اشتركوا في القناة باب قول الله تعالى محمد عبد الوهاب فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس في الآية الانداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا لصص ولولا ألبطت في الدار لأتانا لصص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئتا وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن أمر بن خطاب رضي الله عنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصح الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف beyond حذية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان لهو ابو داود بسند صحيح وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول ان يقول اعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول بالله ثم بك قال اي نعم وثم بك قال ويقولون وأنه يقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لو لله ثم فلان ولا تقولوا لو لله ثم شاء الله وفلان وانا انا اقصى واغى ثم تابد فائدة على الله سنوني اقصى وفلان مساوات بابا تفاضل يعني كماني كشي دخل احمد ومحمد يعني زمن سن اكيد سيبك بابا بات ابن بتشما وما يفارف شقوه امن كشي دخل محمد ثم احمد انسان محمد يعني شقوه فهدي شيني نفن يعني العربشي نعم المراد بهذه الترجمة التحذير من الشرك الاصغر كالشرك في الالفاظه كالحلف بغير الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الالفاظه كقول لولا الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة الاشياء ووقوعها لغير الله كقول لولا الحارس لأتانا اللصوص ولولا الدواء الدواء الفلاني لهلكت ولولا حذق فلان في الكسب الفلاني لما حصل فكل هذا ينافي كمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد الاحتراز من الالفاظ الشركية وإن لم يقص المتكلم بها معنا لا يجوز يعني كومتين بيني يا با يجيب وان فينا بني قزنا خير نولا هكا ألا ذاك نسبة نعمة ألا ذاك كارا جنقنا دسنن كجي ثم فلان يتمنى ثم أكوين لباتا ايكي أتوكلي باكا جه توكلت على الله ثم فلان بابا أنا باتا ايكي ما إذا كنت ثم ألا كالي أو بابا توكل شيء كالي هو على الله فتوكله إن كنتم مؤمنين باكا ثم ما باتا ايكي أنا وان دعا وان زم أنم ماتنا ايكي أجن باتا ايكي وين توكل والله أعلم نعم شيء ما لن يجي أنم وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز ولو ولو جرت على اللسان من غير قصد وهناك أسباب أسباب الاتقاء الشركة الأصغر ومنها يشي أو أقول سببي كيشي اللذي ساق كديرا ما هو النفل نبا كديرا فرتش يشي ندع الدعاء بالسلامة منه يعني كي الدعاء اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ونأجمعيني اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء وانا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه إن كي كأيني إن كو جمعين هيك كاشي تصريغتها لجمعين ندعاء 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 النبي صلى الله عليه وسلم يكويه وسهبيه نبيو الحذر من الألفاظ الشركية واتقائها والاحتلاز منها وما يعرف خطر هذا هذا الشرك وأنه يحبط ما قارنه من عمل وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر يعني مدن أجي يوان أيكي يسا شرك أصغر ياباته ونأيكي عمان شرك أكبر قبار يأيكي يباته وإنك اللعاء ان شاء الله الله زكاريك انبكي ادو انهما توشيني زيبات ونأيهنك يجاكم ينجا يكيك شركي وانجنببان ونزيباتك قباليا ايهنك والعاذ بالله عند الله ايشي او عن نفس الاسم ان اشركت ليحبطن عملك وكما ردة عن دينا الله سبحانه وتعالى متنباني مؤمني زم كافري على ولا يزالون القاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت هو الكافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة أولئك اصحاب النارهم فيها خارجوا والحمد لله اللهم انا نعوذ بك نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستفرك مما لا نعلمه نعم اللهم يعرفون على الكاثب وهم يعلمون القديم اвидها الله a Style ولئك اعذب الله ويحدهم على الكذب يوم يعلمون توسكي ساوى قومتين يا نسي هي زمان كسنكا وشكا دسبب النسو ان برندسكي ولعذب الله نعم عن ابن عمر رضي الله عنه وان رضي الله سلام قال لا تحلفوا بآبائكم من حنف بالله فليصدق لا 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 تحلفوا لا 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 تحلفوا بآبائكم من حنف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه بن ما جاء بسند حسن يشي باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله وان رضي الله سلام قال لا تعرفوا بآبائكم لكنا نسي لا إياه ينقو اقول نسي لنسي على رباوه ورس أمه ورس أبوه وكذا ولاتفعدو شركة وان رضي الله يتوب إلى الله لين قد نسي على الله يشي من حلف بالله فليصدق يشي إن كانت إلى ألاك يقسكيا ومن حلف ومن حلف له بالله فليرضى يشي وان داك كانت إلى ألاك ماشي ما يدى ومن لم يرضى فليس من الله رواه بن ما جاء بسند حسن يشي وان دا بي الدبع توباية شكي حزب الله قل أعوذ بالله أنا نسي ما لألك إيدا نعم يشي جاء الوعيد على من حلف له بالله فلم يقنع ولم يرضى بأنه ليس من الله لكون ذلك من الفعل المنافي لكمال التوحيد لأنه يدل على قلة التعظيم لجناب الربوبية فالقلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله أن يرضى باليمين لأن ذلك من تعظيم الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قلة التوحيد دنيمي هنا تنجربة ما مع الله كيبا ومن مقال الجنك يجي يلوما مدن يارنسي كازن ونقول ان كازن كاري أما يجيك أنبال ينزي ما نشره ومن ذاك برأبن كيدا كانون أمي كيدا وكما كيدا وكما كيدا دانسة ولألا سبحانه وتعالى كيد ركي الله أكبر نعم لأن ذلك يجي إن ذلك من تعظيم الله وهذا عام في كل الحلف في كل حلف يجي في كل حلف ونشرين عام لأن سبب الرضا بمن حلف بالله هو تعظيم الله جل وعلا فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من حلف له بالله ولو كان كاذبا لكن له الله يبني عليه شيء يجي أمان كارك كينو كومي عاكي كاسمك لجيني ولا تصرفا يجي كما كوني موسيعة كان ونرس ودي أمان آي حاكا كايدا كايدا لكن يصدقه ولا يظهر له تكذيبا ولا يظهر له تكذيبا يجي كركا قدعمي كيكاك أليس أشي دنيا لك هل نسبك يدبا قدعمي كايد دنيا لنسبك يدبا تعظيم لله تعالى كم قرم ما ما يألك كم أليس بك لدنك فقوله عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرضى معناه فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى وهذا ذل على كمال التوحيد ثم الحالف إن كان صادقا فهو على ما حلف وإن كان كذبا فإثمه عليه وقوله في الحديث ومن لم يرضى فليس من الله هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف به وهذا وعيد شديد كذلك 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 ألا أرنس إما دعلا بكذبته ألا ما يأتي باك تردش وهذا وعيد شديد كقولنا الكوالينين والعاذ بالله أنا أسؤلت هكذا شي في فيجب تعظيم اليمين بالله والرضا بها سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات كومتيني كوكي أقولي لشي يدكتو هيرنس إلا ما دعلا إلا أنا أزري توكيدنا كذلك ناسي ينشد أن كاما كامني فمن حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف معتذرا أو متبريا يعني يعني كفتكش تكوات تهم هذا كمي من تهمة ومن حق أو متبريا من تهمة يعني يحسن الظن به دو أنا مشكلة متكي وجن سوء الظن بالآخرين قوة هي يحسن الظن بنفسه يسيء الظن بالآخرين كومك أند أك أمر شامو جويني مكي أبندي يكما تدع كيكسي أظن دكانك اللهم يحسن الظن في عيني صغيرا وفي عيني صغيرا وفي عيني صغيرا أو جن مثل نشي كنن كنك إتمتك كمت سوء الظن كنك وما كيومتاني حسن الظن حكا هي كجينا ما أقول أقول ألا كم أقول أما تاني أما كي كجار كنك أغدانك وما كبأت متاني إذنك كجي سوء الظن لسهول عزب الله لا وذلك من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقلي وقوة الدين يشي ونن وذلك من محاسن الأخلاق يعني كم أخلاق متن من أخلاق وندا الله باشي تربية كاواد وينشي سكرب ومكارمها يشي يعني سمن المكارم وكمال العقلي يكاكو وقوة الدين كميالك أرفن الديني دون ديك هكا دون دك تداش يا سوء أظن دون إيمان أخي يروني أتكينش كم أمتن يدوبا أهن كلي كم أمتن حسن الظن دمتن هيفتوب هكا بني كاك ديك دك شري كمشي وكنش كمون يرنس إني كري كري كباش لأي كنش إلا هكا أجيس الله سام قال اللهم اجعلنا ممن يقنع بالحلف بك تعظيما لك ونعوذ بك أن نكون ممن لا يقنع بالحلف بك فيتعرض للوعيد والعقوبة والعاذ بالله والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم بمحمد وعلى آله وصحبه المعين اشتركوا في القناة